نرحب دي فاكرتنا التانية دكتور عماد فايق باحث بقسم بحوث الأمح بمركز البحوث الزراعية أهلا بحضرتك معاني أهلا بحضرتك أفضل في البداية نحن نتكلم عن موضوع مهم جدا عايزين نتكلم عن الحوافز اللي قدمتها الدولة للمزارعين لزيادة المساحات المزروعة من الأمح هو الدولة الحملة القوامية للأمح مش وليدة النهاردة أو السنة دي الموسم الحالي لكن دي من سنين كبيرة من خلال ما يسمى بمكون نقل التكنولوجيا في مركز في خصم الحص الأمح الدولة السنية طبعا إعلان السعر التوريدي الأمحة مبكر كنا نتمنى يبقى أبكر من كده شوية لكن من عادة كان كويس برضو أنا أحب قوي ما سمهوه شعر استرشادي بعض الناس بتقول أن السعر الاسترشادي السعر اللي هتورد به الأمحة لا طبعا نقول سعر ضمان سعر ضمان يعني أنا بقول للمزارع أنه إحنا بدلوقتي سعر الأمحة بيتروح في الدول ما بين ألف وتمنمية لألف سبعمائة وخمسين يعني لكن إحنا ساعة التوريد الموضوع بيختلف المزارع بيقول أنه السعر ممكن بقى أكتر أطبعا أولا السنة اللي فاتت لننسى طبعا الحوافظ اللي قدمها فخامة الرئيس ورفعت سعر الأمحة لألف وخمسمائة جنيه للأرداب الأرداب يعني مية وخمسين كيلو أمح طبعا إحنا أعلننا سينين وألف وستمية طبعا قابلة للزيادة هذا ما سيعامل عليه المزارع وقت استلام الأمحة في شهر أربعة وخمسة القادمين إن شاء الله إذا كان هذا السعر أقل من السعر العالمي فالمزارع هيستلم هيورد الأمحة على السعر العالمي وإنما يكون وكيفما يكون السعر العالمي هيتورد به لكن بنقول ده ضمان إنه لأي ظروف السعر العالمي حصل أي انخفاض نأمل هذا طبعا المزارع هيورد ألف وستمية حتى لو الأرداب ما يساوي برا ألف جنيه فده بنقول السعر ضمان فده حافظ كبير جدا الحافظ الثاني معالي وزير الزراعة يعني منذ طولي مهام الوزارة لا يقلو جهدان وتوجيهاته دائما بأن احنا المزارع والفلاح هو الشخص الأهم في مسؤولياتنا كلنا سواء من جهة البحث العلمي اللي نتكلم عنه إن شاء الله أو من جهة نحن نوفر له مستزمات الإنتاج وأهمها على إطلاق التقاوي سعر التكلفة اللي كان المفروض يتورد به أو يسعر على أساسه شكارة الأمح التقاوي السندي كان سعر ستمية وخمسين جنيه معالي الوزير قال لا احنا هننزل لي خمسمية وخمسين جنيه طبعا ده تخفيض كبير جدا للمزارعين والحملة من جهتها بتحاول طبعا تنشر الأصناف الجديدة ايه اهم أهداف الحملة احنا بالنسبة لنا الحملة لها مجموعة من الأهداف الأساس فيها هو نشر زراعة الأصناف الحديثة اللي هي متفوقة في الانتاجية احنا قسم حس الأمح من سنة الف وتنمائية وتسعين بنشتغل في البحث العلمي احنا وصلنا ان احنا النهاردة متوسط الانتاجية للأصناف اللي بتنتج من القسم ما بيقلش المتوسطة عن تلاتين أردب الاخوة المزاين ده طبعا في حدود التوصيات الفنية لما نلتزم بكل ما يسمى بحزمة التوصيات الفنية فاحنا بنحاول نقولهم انه الاصناف الادية اللي فيها مشاكل منهش لاز wh ما عندنا اصناف أفضل دا ما يشقش شغيرة اللي ما نحس عليه من خلال الحملة حملة احنا السنة دي عندنا السبعة تلاف حقل ارشادي مفروض ان القواعد بتقول ان الكل الف حقل انا عندي حقل ارشادي عنا سبعة تلاف بما ي usu gehabt نحنا عندنا الحوالي اثنين وربعة فدان حقل ارشادي لكل الف فدان تقريبا المستهدف زراعته من الامح استنيดنا بنأمل احنا حنوصل اللي تعملتها وتمانين من عشرة مليون فدان طبعاً ما زالت عمليات الحصر بتجري عشان نشوف اللي تزرع والأسف ما زال في ناس بتزرع ده نتيجة ظروف زراعات السابقة ليهما والناس ناس عندها خضار او الناس اللي عندها القصب لسه ما تشلشي الناس اللي بتزرع ولا بطاطس فكل ده لسه في ناس بتبقى حاجزة التقاوي بتزرع اه طبعاً متأخر لكن ظروف زراعته كده نأمل انه الكلام ده يعني نلتزم بالتواصيات الفنية القمح بيتزرع في الفترة من عشر حداشر لعشر اتناشر اللي هو شهر هاتور في التقييم الابت أو التقييم السنة الزراعية ايه اغلب المشاكل اللي دايماً تواجه المزارعين في زراعة القمح بالنسبة له هو مشكلة المزارعين دايماً هي بتبقى انه ما بيلتزمش بالتواصيات لو المزارع التزم بالتواصيات من اول معاد الزراعة شرق التقاوي من مكان وحنا دايماً لهم اشتري التقاوي بتاعتك من مكان موثوق فيه من المجامعات الزراعية بلاش تاخد من حد غير مضمون يمكن في بعض في الأوقات الحالية في بعض الناس بتقول فيه أصناف بمسميات مختلفة كتير بعض الشركات بنقول تأكد انه الشركات دي او التقاوي دي معتمدة الشكارة التقاوي المعتمدة عليها ليبل الليبل ده محطوط عليه تاريخ الانتاج بتاعه الاسم الصنف الفحص بتاعه ان كل حاجة بتبقى مضمونة جوا الشكارة ما بقاش فيها تقاوي حشايش ما بقاش فيها تقاوي مش سليمة مكسورة وده بيأثر على نسبة الانباد فاحنا دي خطوة مهم قوي اني بختار بازرع في المعاد المناسب الصنف السليم اللي انا المفروض موصب به كمان نتبع سياسة صنفية احنا لنا سياسة بتعتمد على توزيع اكبر عدد من الاصناف على مستوى الجمهورية ما بقاش زي ما بقولوا بالتعبير دي كده مش حطين البيت كله في سلة واحدة يعني انا مثلا عندي صنف احنا شروط انتاج الصنف شرطين مهمين جدا اولا انتاجية عالية مايقلش عن الاصناف الموجودة ولازم يكون على الاقل اكتر بنص عدب حتى والشرط التاني الاهم لا يصاب بالامراض لا يصاب مقاوم تماما ان الامراض بتجينا دوريا كل سنة جديدة من برا احنا ما عندناش المرض مصنطين في مصر الحمد والله لا يبتيجي من برا بس المرض بيتطور نفسه زي ما احنا بنطور هنا احنا بنعرف ان فيه مشكلة في الصنف ده خلاص انه اتكسرت سفة المقاومة في مين بقاش قادر يتحمل البرد فاحنا بنطور الصنف نفسه ما ينفعش اطور له عليك لا علاجة لي فالمشكلة انه المزارعين ما بيلتزموش بده فاحنا بنقول السياسة الصنفية اني ب عندنا مثلا مجموعة الاصناف دي ممكن ازرعها في اي محافظة في مصر عندنا مجموعة اصناف عندنا مشكلة فيها انها لو زرعت في الواجب البحري نتيجة توفر الظروف المناخية المناسبة للاصابة وتطور المرض هتبقى في تدهور كبير جدا وهتأثر زيط جدا يعني كده ما ينفعش في كل المحافظات بالضبط فانا بتسميها السياسة صنفية سياسة صنفية اني انا بقولك انت في المحافظة الفرانية عندك الصنف ده وده 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 كلهم كويسين اختار اللي اعجبك ويزرع منه بس ما تاخدش الصنف ده فهي الفكرة انه الالتزام بالسياسة الصنفية ده بيفرق جدا اخواتنا مزرعين للأسف مش بيمتازموا اوي اه يعني في صنف كان مشهور اوي سمسيس 12 حلو اوي في صفات الخبيث بتاعته فمعظم اخواتنا مزرعين واهلينا في بحري يقول لك احنا عايزينه طيب يا جماعة ده يتصاب ومشكلة كبيرة قوي ده ما بقناش نقدر ننزله من يعني ما ينزلش تحت سهاج يعني لو نزل اصويت يتصاب فانا اقول لي سهاج وانت طالع بقى راي الاسوان ما بيسمعش كلام فهي دي النقطة يعني نقطة مهمة قوي بتفرق مع الناس للأسف طيب اهم الاجراءات اللي اتخذتها الحكومة يعني هي مهتمية جدا بنية تزود معدلات الانتاج خاصة من المحاصيل الاستراتيجية اللي هي طبعا على رأسها الامحفاء يعني اهم او ابرز تلك الاجراءات هو الاجراء الهام بالنسبة لزيات الانتاج النقطين اللي فخامت رئيس من اول ما تولى اولى ملف التوسع الافقي ده من اصعب الملفاتنا انه احنا للأسف اهدا اقدرنا الارض الزراعية بتاعتنا في المباني وفي تصنيع الطوب وما الى ذلك طبعا هو درب بيد من حديد ومعالي الوزير السيد القصير في الموضوع ده اه بيبقى ازالات على طول دلوقتي الموضوع ده ما كانش موجود فالتوسع الافقي هم جدا وده اللي في خمط رئيس بي بيعمله فعشان نقدر نعمل توسع الافقي ده عندنا مشكلة انه الاراضي دي اراضي صحراوية اراضي فيها درجات الحرارة عالية قد يكون هناك نسبة ملوحة في المياه او في التربة مش مناسب مع زرات الامح لا الامح يزرع ولكن احنا محتاجين اصناف برضو لما تتزرع انتجات تتبع علي فاحنا قسم بحوث الامح لا يقلو جهدا من منذ انشاءه وحتى هذه اللحصة احنا فيه تطوير واختبارات وبنعمل البحوث ساعتنا احنا عشان نطلع صنف جديد بنكونش غنيفية من 12 سنة فاحنا فيها اهدفنا موجودة من قبل ما نقول ان احنا عندنا توسعات لا احنا عايزين يبقى عندنا اصناف متحملة للملوحة اصناف بتتحمل الاجهاد الحراري اللي احنا من اول ما تسادوا يتكلموا احنا سابقين اصناف بتتزرع في الوجه الابلي اصناف بتحتاج مية اقل عشان ظروف طبعا النقص المية اللي احنا بنعاني منها فالوزارة من خلال قسحوث الامح مركز الحوث زراعية اللي هو يعني يعني اوهارة التاج في وزارة الزراعة في اكتر من 22 معهد ومعهد من المركزية وادارات بتشتغل في كل مجالات لكن انا دايما بميل للمعهد بتاعي بس معهد المحاصيل هو سمام امان الامن الغذائي المصري اللي هو يختص بالمحاصيل الغذائي فاحنا الاصناف بنعمل على تطويرها بشكل مستمر بحيث ان احنا نقدر نوفر للمساحات الجديدة اصناف تدي انتاجية عالية اه انا ممكن ازع الامح في اي ظروف بس اخد 16 ارداب 18 ارداب انا عايز اندي 25 ارداب و30 ارداب حتى في هذه الاراضي الجديدة هنكمل كلامنا مع حضرتك نطلع دلوقتي فاصل ونرجع مرة تانية الرئيس عبدالفتاح السيسي كان في منطقة شرق العوينات في تشكا كان بيحضر موسم حصاد الامح طيب دكتور عماد عايزين نكمل كلامنا عن الامح هل لو تم الاعلان مبكرا عن سعر توريد الامح من قبل قبل الزراعي يعني الاول مرة السنة دي هيكون ليه تأثير كويس عند المزارعين ولا دي حاجة سلبية لا بالعكس احنا قلنا انا في الكلام في الاول قلت رحليك لو كان ابدر شوية كمان وادرنا كنا نبدر كمان ده افضل كل ما نبدر معنا المزارع بيضمن انه هو عايز يكسب المزارع زي زي اي انسان عايز يشتغل وعايز في النهاية يلاقي مقابل التعب بتاعه انه اخد فلوس تقدر طبعا يتعايش منه بشكل كويس ويعمل الاولاد ومستقبل كويس فكل ما السعر كان بدلي كل ما كان افضل وده يعني كان انسان دي كويس طبعا نعمل انه يبقى ابكر من كده السنة الجاية ما ايش هنريز او شير ان ده كان فخامة رئيس بيهضر حصاد الامح السنة الفات احنا دلوقتي لسه في الامح انزلع من شهر 11 اللي فات من اوم وعشرة ما زال زي ما قلنا في ناس بتزرع ان شاء الله حصادنا اللي جاين شاء الله في شهر 4 اللي جايه وتحضروه فخامة رئيس طبعا يبقى ان شاء الله يشوف الدنيا تبقى نتاجه افضل فان شاء الله نأمل انه السنة الجاية المسلم زراعي جاي يكون اعلان سعر الامحة مبكر عن السنة دي اكتر وان شاء الله ا أنا في حين لازم يطمينه أنا تاني بأكد لهم أنه هذا ليس السعر الذي سيتم التوريد عليه إلا إذا كان السعر العالمي أقل إذا كان السعر العالمي أقل في المزارع هيسلم الأمح بتاعه بالسعر ده لكن لو السعر العالمي وصل أيا كان الرقم الحكومة ملتزمة بأنها حتستسلم الأمح من المزارعين بالسعر العالمي أو قريب منه فمش ممكن أن نسمح بخصائتهم يعني إن شاء الله طيب أريد أن تكلم كمان عن دور البحث العلمي في الجزء الخاص بزراعة الأمح تمام أنا زي ما أنت حكي إحنا قسم الحوث الأمح قسم عريق في عندنا مكونات كثيرة جدا عندنا مكون التربية مكون التربية يختص بإنتاج الأصناف الحديثة ده بيقوم على مجموعة من الاستراتيجيات عندنا استراتيجية قصيرة قصيرة نعتمد أن إحنا بنتعامل مع المركز البحثية العالمية عندنا مركز كبيرة زي مركز السيمت ده أكبر مركز للبحوث الخاصة بالأمح والذرة في العالم موجود في المكسيك عندنا مركز إيكاردا عندنا الأكساد الناس دي بتشتغل بشكل عندهم مساحة كبيرة عندهم فعندات كبيرة فبناخد منهم من استورد بعض التجارب نشوف التجارب اللي إحنا محتاجينها أقمح تكون عندهم تجارب خاصة بتحمل الحرارة أقمح مثلا تتحمل استرس ملوحة في الأرض أو في المياه أقمح مباكرة النطجي إن إحنا عندنا زي ما كنت بكلم حالي كان لسه في أمحة يتزرع بعد الأصب وبعد الخضروات فده طبعا بيبقى محتاج مواصفات خاصة للصنف اللي إحنا طالعه فإحنا في مجال التربية اللي هو مجال البحث العلمي أحد الزرابة بتاعته بنعمل ما يسمى بالأقلمة لهذه الأقمح بنزرعها في عندنا محطات بحثية على مستوى الجمهورية من أول أسوان لحد السلوم وعندنا محطة بحثية في شرق العينات عندنا في الوادي الجديد وفي سيوى فبنشوف بندرس هذه السلالات اللي جاينا وبنقدر ننتخب منها اللي بيتناسب مع اللي يقدر يتزرع في مصر كلها أو اللي خاص ببعض الظروف الخاصة زي ما قلنا تحمل الإجهادات دي الخطوة الأولى الخطوة الثانية إن إحنا قريدي عندنا بقى العلماء بتوعنا بنشتغل في ما يسمى برنامج التربية الداخلية من خلال إن إحنا بنعمل ما يسمى بالتهجينات بنبتدي نختار إحنا عندنا مثلا الأصناف الموجودة حاليا أصناف متفوقة لكن صنفه منها متفوق لكنه محتاجينه نزود فيه صفات تحمل الملوحة أو تحمل إجهاد الحراري أو تكسر فيه صفات مقاومة وما نتاجينه فممكن نزود له صفات المقاومة إن إحنا بنعمل تهجينات ما بينه ما بين أصناف تانية تتمتع بوجود صفات المقاومة فيها أو صفات التحمل فده البحث العلمي إحنا شغالين فيه على طول إحنا يعني كل سنة عندنا جديد فيه تطور وجديد كل سنة إحنا السنة اللي فاتت قدمنا خمس أصناف للتسجيل جديدة السنة دي إحنا دايماً تسجيل الصنف عندنا بياخد بعد إحنا بنخلص تجاربنا خالص بنبتدي هو أنا كنت عدد في النقطة دي إن تمت تأثير يعني تم تسجيل خمس أصناف جديدة من الأمحة لزيادة الإنتاج فإيه تأثير ده؟ طبعاً تأثير كبير إحنا كل الأصناف اللي منطلقها إحنا ما يسمى بالقدرة الإنتاجية بتاعة الصنف ما بتقلش عن تلاتين أرداب يعني لو مشينا بالتوصيات الفنية من أول معاد الزراعة باختيار الصنف في المكان المناسب بالتزام بعملات التسميد وكل العملات الزراعية طول موسم الزراعة هذا الصنف لا يعطي أقل من تلاتين أرداب للفدان تلاتين أرداب للفدان يعني إحنا بنتكلم فاربعة طن ونصف مش تلاتة طن للفدان الأرقام اللي كنا بنسمعها في الأول عندي طفرة كبيرة جداً فإحنا بنتكلم إنه إحنا سجلنا قدمنا للتسجيل خمس أصناف السنة اللي فاتت والسنة دي خمسة كمان فمعنى كده يعني خطوات التسجيل بتاخد سنتين إحنا كإجراءات بحث علمي خدت كتير قوي بعد هذا الموجود قلنا إن الخمسة دول هم بست وزا بست أفضل اللي عندنا فبنقدمهم للجنة التسجيل أصناف دي لجنة محايدة في وزارة الزراعة لا تتبع أي شخص أو تتبع تحت تأثير أي حد خالص هي لجنة محايدة بتاخد الأصناف دي بتختبار هي للشرطين مهمين قوي حاجة اسمها السبات والتجنس والتميز أي صنف جديد لازم يعندي سبات إنه الصنف ده وراسياً لما زرعه هنا هو شكله في كل مكان ما يتغيرش التميز بتاعه إنه لازم فيه صفة بتميزه عشان أقدر أقول ده أنا بزرعه ليه والتجنس بتاعه إنه ما فيش اختلافات ما فيش يعني الشكل كله بتاعه ثم اختبارات القيمة الزراعية إنه الصنف ده أحسن من الأصناف الموجودة متفوق على الأصناف اللي موجودة ولا لا فده بيخد له سنتين فإحنا قدمنا خمسة سنة اللي فاتت إن شاء الله دي السنة التانية بتاعتهم إحنا سنة دي خدمنا خمسة جداد السنة التانية بتاعتهم طيب السنة الجاية فإحنا فيه شغل متواصل سأل سؤال كمان أخير هنختم به الحلقة إزاي ممكن تغطي التقاوي المعتمدة اللي بينتجها مركز البحوث الزراعية من المساحات المزروعة من الأمح إحنا بالفعل السنة دي قطينا الإنتاج التقاوي المعتمدة غطت مساحة الأمح المنزرعة المستهدفة إحنا حطين في استراتيجياتنا كده ويبقى عندنا كمان احتياطي لأي طور يعني إن شاء الله السنة الجاية برضو معناه إحنا عندنا مية في المية من مساحة إحنا غطينا سنة مية في المية وإن شاء الله بنكمل وفيه أمن في بعض الدول بتطلب كمان الأقمح المصريين الوقتية فبقى عندنا مجال إن دي بقى مجال مفتوح لتصدير التقاوي المصريين إن شاء الله يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كلام حضر كله أجاب الحقيقة إن شاء الله شكرا لحضرتك شرفتنا دكتور عماد فايق باحث بقسم بحوث الأمح بمركز البحوث الزراعية شكرا لك وصلت معاكم لنهاية حلقتنا استنونا كل يوم مع فريق عمل جديد في مصر جميلة